السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تزال أصداء زيارة معالي وزير الخارجية عادل الجبير للعراق تتفاعل في الصحافة وفي الإعلام العالمي بشكل كبير لا شك أن زيارة مهمة جدا وكانت طبعا مفاجئة كما وصفتها كثير من وسائل الإعلام وأيضا زيارة تأتي بعد 27 سنة منذ آخر زيارة قام بها مسؤول رفيع المستوى لبغداد العراق بلد مهم جدا في الأمن القومي العربي وهو شقيق وجار للمملكة العربية السعودية العلاقات انقطعت في 1990 بعد احتلال صدام حسين للكويت ومن ذلك الوقت لم تعد العلاقات إلا في 2015 عندما بادرت المملكة العربية السعودية بإعادة سفيرها لبغداد وفتح السفارة وهذه استراتيجية تقوم عليها المملكة العربية السعودية وهو تعزيز العلاقات ما بين الأشقاء والدول العربية والإسلامية ويمكن المتابع للمملكة العربية السعودية في حركتها السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يلحظ هذه المسألة وبحيث انها تعتبر من أهم أسس استراتيجيات السياسة الخارجية السعودية هي تعزيز الاستقرار في المنطقة المملكة العربية السعودية تعلن دائما وتعمل على أساس أن استقرار الجوار واستقرار المنطقة هو استقرار المملكة العربية السعودية لا شك أن العراق يمر بمرحلة حارجة جدا احتلال دولة الخوارج لعزاء كبيرة من العراق المسمى داعش الحقيقة لفتت الانتباه بشكل كبير لأهمية منطقة العراق وأن الأحداث التي تتوالى فيها تؤثر على الوضع بشكل عام المملكة العربية السعودية حريصة جدا على أن تكون الدولة العراقية موحدة وأن يتعايش جميع العراقيين في دولتهم وأن لا يكون هناك أي شكل من الأشكال التي تفرز بيئات تساعد الحقيقة على وجود مثل هذه التنظيمات الإرهابية وهي داعش المملكة العربية السعودية دائما تقدم يدها للجميع وهي على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي كما أكد وزير الخارجية عادل الجبير المملكة العربية السعودية في السنوات التي تلت قيام الدولة في العراق الحديثة بعد سقوط صدام حسين فتحت ذراعيها وأبوابها لجميع مكونات الشعب العراقي جميع الطوائف السياسية استقبلت العديد منهم وتواصلت وعندما وجدت أن الأوضاع في العراق تساعد على أن يكون هناك مرحلة أخرى من العلاقات افتتحت المملكة السفارة في 2015 لا شك أن ما يحدث في العراق الآن من حرب على الجماعات الإرهابية وعلى تنظيم الدولة الإسلامية ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش المملكة العربية السعودية أعلنت مرارا وتكرارا دعمها لجهود الدولة العراقية والمجتمع الدولي لمحاربة هذه التنظيمات بل المملكة العربية السعودية أبدت استعدادها إذا طلب منها وفق شرعة الدولية والدولة العراقية أن تكون حاضرة في هذه المواجهة بكل قوتها لم تخلط المملكة يوم من الأيام بين ما يحدث في العراق من صراعات بين مكونات الشعب العراقي وبين محاربة الجماعات الإرهابية أو أيضا لم تجعل هذه الاختلافات والخلافات التي مرت قبل إعادة فتح السفارة في 2015 المملكة العربية السعودية تتخلى عن دورها في دعم الشعب العراقي نحن شفنا أنه في منطقة كردستان هناك جهود كبيرة تقدمها المملكة العربية السعودية للاجئين العراقيين الذين تضرروا من ما يسمى بالدولة الإسلامية ومن الصراعات التي حادثت في العراق والإشكالات فهي تقدم المساعدة لجميع العراقيين لا شك بالنسبة لنا نحن في المملكة العربية السعودية وأيضا للعراقيين لم تكن زيارة الوزير عادل الجبير مفاجئة لأن العلاقات منذ إعادة السفارة أو افتتاح السفارة في بغداد لم تنقطع هناك اتصالات وهناك تعاون وثيق في المجال الأمني المرحلة الحالية الآن تتطلب التفكير ما بعد داعش وأظن أن هذا هدف رئيس من هذه الزيارة المملكة كما شفنا في البيان الذي صدر بعد الزيارة أكدت على أنها ستسمي سفيرها الجديد في بغداد أيضا هناك آفاق للتعاون التجاري والاستثماري أيضا فتح مزيد من المعابر معبر جديد بين البلدين العراق سيحتاج إلى المملكة العربية السعودية في إعادة الإعمار وإعادة ترتيب أوضاعها في الداخل لا شك أن أيضا العلاقات سوف تشهد تطور كبير البعض من المحللين ووسائل الإعلام أيضا أكدت أن هذه الزيارة ستعيد التوازن للعلاقات العراقية العربية ولا شك أن المملكة العربية السعودية هي راقم مهم في المعادلة التي تحتاجها بغداد حتى تستطيع أن تتوازن في علاقاتها الخارجية مع دول الشقيقة العربية وأيضا مع دول الجوار وأيضا مع المجتمع الدولي لا شك أن الجميع سيستفيد من هذا التطور الذي تشهده العلاقات السعودية لا شك أن العالم سيستفيد أيضا من هذه العلاقات من خلال التعاون الوثيق لمواجهة الإرهاب وأيضا العمل الجاد على الاستقرار في المنطقة وأيضا أنا أعتقد أنه سيكون هناك خطوات متسارعة لإعادة الارتقاء بمستوى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق المرحلة القادمة مثل ما ذكرنا في السابق مهمة جدا بعد الانتهاء من القضاء على الإرهابيين وعلى دولة داعش لا شك أن هناك تحديات كبيرة أمام العراق تحديات إعمار تحديات إعادة اللحمة لمكونات الشعب العراقي لإرتقاء بمستوى الخدمي والمعيشي للشعب العراقي هناك تحديات كبيرة وهناك معاناة على الأرض في جميع أنحاء العراق ولا شك أن المملكة العربية السعودية بوابة مهمة جدا تحتاجها بغداد والمملكة تدرك هذا الشيء ولذلك هي أيضا تقدم المبادرة والمبادرة حتى تتحقق هذه المطامح العراقية بأن يعود العراق لحمة واحدة وأن يعيد العراق القيام بدوره الحقيقة في ضبط الأمن الوطني القومي العربي وأيضا أن يكون قادر على أن يتعامل مع الدول الإقليمية والدول العالمية بشكل متوازن وكبير وهذا الدعم ضروري جدا من المملكة العربية السعودية الساسة العراقيون يدركون أهمية المملكة العربية السعودية يدركون أهمية الالتقاء مع المملكة العربية السعودية لمحاربة الطائفية على سبيل المثال التي أريد أن تكون العراق هي بوابتها ولكن حكمة القيادة في المملكة العربية السعودية وأيضا الكثير من القيادات في العراق بإذن الله سوف تطفئ هذه النار التي يراد لها أن تشتعل وتأكل الأخضر واليابس في المنطقة وهذا يتطلب جهود كبيرة مثل ما ذكرنا ومهمة ومتنوعة ومتعددة وعلى أكثر من صعيد حتى نستطيع فعلا أن نتجاوز الآثار التي تركتها المرحلة السابقة بعد الاحتلال الأمريكي من 2003 للعراق إلى الفترة 2014 أو 2015 الفترة السابقة الحكومة العراقية الآن الجديدة برئاسة العبادي لها رؤية لها مشروع وافق عليه البرلمان واستحسنته كثير من الدول بما فيها المملكة العربية السعودية المطلوب الآن هو أن تستطيع هذه الحكومة بتحقيق ما وعدت به لأن هذا هو منطلق وأساس الاستقرار والأمن وبالتالي مواجهة التحديات سواء كانت الطائفية أو التحديات الإرهابية هذا هو التحدي الكبير الذي على العراقيين أن يعملوا به وهم سيجدون دعم ومناصرة جميع العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية دول مجلس تعاون نتمنى التوفيق لدولنا للمملكة العربية السعودية للعراق ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته